إذن لفتح نافذة أكبر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والمحل السياسي سيدة زياد لإعرارها بك سيدة زياد في نشرة الأخبار بداية كما تحدثت تقرير وذكرت تقرير هناك خطوات حذرة ومترددة ويعني شبه الصمت من قبل الكتلة السياسية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية برأيك ما شكل الخارطة السياسية المقبلة وهل سيمضي الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة أم يحتاج إلى تفاهم وتوافق مع بقية الكتل وأيضا مع الكتلة الصدرية شكرا مساء الخير لحضراتكم جمهور الكريم بالمعلومات البسيطة المتوفرة هناك يعني عدم توافق بالرؤى داخل الإطار حول قضية الانسحاب هناك فريق يطالب بأن يعاد الحوار مع السيد الصدر في قضية الانسحاب وأن يذهب إلى حوار سريع وفعال ومكثف في هذه الساعات والأيام هناك من يرى بالذهاب إلى الحكومة واستكمال الحكومة القرار الصدري تخذ بالانسحاب وهو قرار يتأتى من ضمن المشروع الذي وضعه التيار الصدري وكمتابعين نستغرب عندما نسمع من البعض يقول أن القرار كان مستغربا ولم يكن متوقعا وكأن من يقول ذلك لم يسمع بأن السيد مقتد الصدر قد قال بعد شهر من الانتخابات وإعلان النتائج بأنه سيذهب إلى الانسحاب والمعارضة في حال عدم تشكيل حكومة الأغلبية السياسية وهو ذهب بذلك وجمهوره يعرف والجمهور العراقي يعرف وما زالت الحوارات إذا استطاع الإطار أن يتوفق بأن يكون لديه رؤية واحدة ثابتة بالتأكيد سيذهب للحوار مع الطرفين الرئيسيين في المشهد اللي هو تحالف تقدم حزب تقدم اللي هو الآن أصبح لحد هذه اللحظة الكتلة الأكبر بعد انسحاب التيار الصدري بعدد النواب وفق الأرقام المفوضية وسيذهب أيضا للحوار مع الديمقراطي الكردستاني وكلاهما شريك مع التيار الصدري في المشروع الذي أطلقوه بداية الانتخابات وحتى قبل الانتخابات بالمشروع الذي كان يتحدث عن تغيير هيكلية إدارة الدولة باتجاه الدستور واحترام الدستور وتشكيل حكومة تعتمد على عدد المقاعد أعتقد أن المفاوضات ستكون صعبة إذا أجريت أو حاولت بعض الأطراف وهي تحاول طبعا كثير من الأطراف أن تلتقي وتحاول السيد الصدر للعودة صعب طبعا مسهل لأن السيد الصدر اتخذ القرار بالتشاور مع الشركاء وأيضا عكس ما يقال بأن الشركاء لم يكونوا على علم بل شركاء على علم وعلى دراية بالانسحاب وكان بينهم تفاهم صعوبة الإطار ستكون في محاورة تقدم وفي محاورة الديمقراطي لأنه لحد الآن ما نعرف ما ستكون مطالب التقدم وما هي مطالب الديمقراطي الكردستاني وكيف سيكون شكل الطرح وبالتالي بكل الأحوال المفاوضات أي كانت داخل الإطار أو بين الإطار والتيار أو بين الإطار والقوى الأخرى الكردية والسنية ستكون صعبة بكل محاورة سيد زياد سأتحدث عن الرسالة التي يريد أن يصلها الإطار إلى الحنانة لكن قبل ذلك أريد أن أستفهم عن الاجتماع الذي دعا إليه الصدر مع نواب الكتلة الصدرية بعد الاستقالة طبعا هل لديك معلومة ما الذي ممكن أن يخرج به هذا الاجتماع؟ والله حسب المعلومات هم الآن توجهوا من مسجد الزهراء من المكتب العام تجهوا إلى الحنانة في لقاء سيد الصدر صلاة العشاءين ووجبة عشاء وأكيد وجبة عشاء وأكيد طبعا راح يقدم لهم شكر لأن حقيقة وإن كان عمر بقاءهم في البرلمان لأشهر وقليل لكن ما أبداه نواب التيار الصدري في هذه المرحلة كان كبير من عملية الانضباط والحضور والمواظبة وإلى غير ذلك فبالتأكيد سيوجه لهم الشكر والتقدير ومع ذلك لا ننسى بأنه قد نسمع شيء جديد من السيد الصدر لأنه دائما ما تعودنا أن نسمع من السيد الصدر الطروحات التي تخدم المصلحة العامة والرؤية العامة للدولة بخصوص ماذا مثلا؟ يعني قد نسمع بأثناء حديثة قد نسمع شيء أما هل هناك شيء غير الشكر والترحيب؟ فهذا بحسب المعلومات لا يوجد غير هذا الموضوع لكن كمتابعين ننتظر ونرى ما سيسفر عنه اللقاء الذي يجري الآن في الحنانة طيب هناك رسالة يريد أن يصلها الإطار إلى الحنانة لسيد مقتداء الصدر تعتقد يعني لم يكشف مضمون هذه الرسالة حتى الآن من الممكن أن تكون مضامين هذه الرسالة؟ هل ترجي سيد الصدر بالعدول عن قراره مثلا؟ أم مباركته للحكومة المقبلة أم ماذا؟ يعني هو أعتقد أن السيد هذا العامري يقود عملية مباحثات بحسب معلومات المقربين من السيد العامري تحدثنا معهم يحاول قيادة مباحثات يحاول قيادة وفيد يحاول أن يعني يعمل على أن يعود السيد الصدر إلى تعود الكتة الصدرية إلى البرلمان وبالتأكيد هي بكل الأحوال رؤى والإطار فيه قيادات سياسية مهمة وكبيرة ولها شيء وهي مسؤولة عن المشهد العراقي مثلما التيار الصدري ومثلما تقدم ومثلما الديمقراطي كل القوى السياسية مسؤولة عن المشهد العراقي والحفاظ على المشهد العراقي لذلك نتوقع أن تكون الحوارات طبيعة الرسالة بالتأكيد هي رسائل تحاول أن تزيل أي تشنج في المشهد العراقي لكن المضمون يكشف عننا الإطار طبعا طيب سيد زياد كما ذكرنا قبل قليل القوى المنظوية ضمن التحالف الثلاثي ما زالت متمسكة رغم الاستقالة التي قدمها النواب الكتلة الصدرية برأيك هل سيضطرون الذهاب إلى التوافقية أو النظام التوافقي على صحة التعبير بعد تلاشي حضوظ الأغلبية الوطنية يعني هو التيار الصدري انسحب لأن الحكومة الأغلبية الوطنية لم تتحقق كانت للإطار رؤية واستخدم الأسالي بالدستورية والقانونية فما استطاعت إنقاذ وطن أن تأتي بالأغلبية في تمرير الرئيس الجمهورية لتذهب إلى رئيس الوزراء الآن القوى السنية تقدم بزعامة الرئيس الحلبوسي والبرزاني الرئيس البرزاني للديمقراطي بالتأكيد سيكون لهم رأي هل سيذهبوا للتوافق مع الإطار؟ لا لن يذهبوا للتوافق مع الإطار سيذهب الإطار للتوافق معهم طيب هذه مهمة لأنه كان أكو طرف يستطيع أن يعرق للأغلبية الآن التقدم والديمقراطي لديهم المقاعد لديهم عدد حتى وإن استبدل نواب التيار الصدري من قبل المفوضية بالفائزين الأكثر أقرب لهم على الخاسرين سيكون حجم تقدم كبير وحجم الديمقراطي أيضا وبالتالي المفاوضات قد تفضي إلى حكومة توافقية نعم لأن طبيعة الحكومة التي يريدها الإطار هي حكومة توافقية لكن تحت خطة ينحط توافقية إذا صارت توافقية ما هي مطالب السنة في حزم تقدم وما هي مطالب الكرد في الديمقراطي الكردستاني وهل سيستطيع الإطار أن يلبي خلطة مفاوضات لكن لحد هذه اللحظة أقول لحضراتكم مشاهدين الكل يعتمد على المفاجآت وينتظر ماذا طيب تكون الرؤى في الساعة القادمة بخصوص المفاجآت يعني بعد استقالة النواب الكتلة الصدرية يعني أغلب المقاعد ذهبت إلى الإطار التنسيق وبهذا الإطار هل يمكن أن يتحالف مع بقية القوة وحتى يحقق نصاب الثلاثين ويمضي بتشكيل الحكومة ماكو مشكلة هو يذهب إلى هذا الخيار وهذا ما أعلنه التيار الصدري طيب وما قال عنه السيد الصدر أنتم في حل مني لشركاء شركاء في تشكيل الحكومة لأننا أعتقد أن نوعدهم ثوابت في الرؤى للمشروع الذي اتفقوا عليه أعتقد أن هذه الثوابت ستبقى حتى بعد حتى لو شكلت الحكومة أو بعد تشكيل الحكومة في حال شكلت في حال مضت الكتل وهنا أقصد الإطار التنسيقي بهذا المنحة ماذا سيترتب من تبيعات على تشكيل الحكومة الجديدة؟ حكومة الشكل وتمشي بالأمور وحكومة طبيعية إذا اتشكلت الحكومة ماكو مشكلة بالمناسبة حتى نتحدث شوي في طيات سؤالك بعض الخلاجات التيار الصدري ذهب إلى المعارضة لأنه تيار وطني والسيد الصدر ذهب إلى المعارضة والانسحاب المعارضة للعملية الانتخابية ومجرياتها بالانسحاب للبرلمان ما بني تيسلك طريق آخر إلا الطرق الدستورية والطرق الرسمية التي كفلها وضمنها الدستور والانسحاب أحد طرق الدستور بالتالي الحديث عن أنه إذا شكلت الحكومة لا خلي شكلون حكومة وبالتأكيد إذا نجح كل رح تبار كلهم يعني لكن هل تعتقد أن تشكيل الحكومة بغياب الفائز الأول صاحب المقاعد الأكبر أمر سهل وهذا الأقصر على القوى السياسية لا بالتأكيد تكون هناك معوقات بين القوى السياسية في مباحثات معوقات سياسية ضمن الدستور ولا نتحدث عن معوقات أخرى طيب أنا أشكرك الشكر الجزي للمحل السياسي الأستاذ زياد العرار شكرا لك أستاذ زياد شكرا جزيلا شكرا لحضرات